شارك سفير مصر لدى بيروت السفير علاء موسى في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان حيث ناقش سفراء كل من مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الجهود الجارية لإنهاء الفراغ الرئاسي وأكد السفير المصري لدى بيروت أن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة أولى على طريق استكمال مؤسسات الدولة ما يحدث في غزة بيؤثر علينا جميعا وخصوصا على الأوضاع في جبهة جنوب لبنان أتصور أنه نحن جميعا مدركين بأنه انتخاب رئيس مسألة في غاية الأهمية والجميع مدرك بأنه اليوم قبل غد يجب أن نحدث الفارق فيما يخص هذا الملف الحوار ما بين الخماسية وما بين الأطراف اللبنانية هو الشيء المهم وهو اللي حيؤدي إلى انفراجه في هذا الملف أيضا تناولنا ملف الأوضاع في الجنوب ويعني هناك توافق على أنه يعني الوضع في الجنوب لابد من الوصول إلى ترتيبات بشأنه لكن كما تعلمون حضراتكم إلى أنه هناك ربط وتأثر بما يحدث في غزة